السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في شواج جدا شواج اوم شمس كنتمنا دائما تكونوا في احسن الاحوال وفي تمام الصحة والعافية اليوم ان شاء الله سنحضروا مع بعض حليوة اللي كتجي راقية في المنظر ديالها جيدة في المداق ديالها وغنية جدا اللي كيعشقوها الصغار والكبار وكنتمنى انكم تجربوها كما كتشوفو كتجي حلي وبريستيج دائما اللي عجبتكم الفيديو فما تبخلوش عالنا بلايك وكذلك تعليقكم الرائعة وكذلك اول مرة تزوروا القناة وتكتشبوها مرحبا بكم بالاشتراك وتفعيل الجرس باش تصلوا دائما بجديد القناة وما تنسوش تبارتاجوا الفيديو مع الأصدقاء والعائلة وكذلك في مواقعكم التواصل باش تعم الفائدة ومشوا مباشرة للمقادير بطريقة التحضير فغادي نحتاجوا في المقادير 100 جرام ديال زنجلة الابيض لي كيكون على هات الشكل هذا ما نحمرش يعني ما تحمروش نحتاج كذلك من غير هات الزنجلة اللي هو 100 جرام نحتاج 25 جرام ديال الجليكوز نحتاج 25 جرام ديال زريعة الكتان نحتاج 40 جرام ديال زبدة حيوانية او لا زبدة الممتازة نحتاج 25 جرام ديال تحيل الابياد الممتاز الخاص بالحلويات و 25 جرام ديال الكريمة وكذلك نعبر 65 جرام ديال السكر نضيف المقادير بالنسبة للطريقة نخلط الزنجلة مع زريعة الكتان و الطاحين الابيض نخلطوهم على هات الشكل نضيف نضيف نغل منمرة المقادير الزبدة نضيف الكريمة و كذلك نضيف الجليكوز اللي عبرت معكم دائما ننزل الجليكوز نحاول نضيف نضيف سكر بودرة سكر 65 جرام نضيف نضيف الخالط فوق النار ديال الجليكوز نضيف جميع العناسر و خاصة الخالط تغلى تغلى معنا بحلية جميع و ينضيف تغلى كل كله سنضيف عليه الخالط ديال الطحين والزنجلان وزرعت الكتان غنخلط جيدا هكا على خفيف يعني نخلط مزيان هكا ودبا غنطفين النار على هذا الشكل غادي دبا نطفت النار وغادي نزول الكاسرونة من فوق النار ونكملوا الوصفة ديالتنا كي مشتمعين ها طريقة سهلة هنا كنعمل الخالط في ايناء اخر وكنخليه برد تماما باش مكتحف نحرقناش النوغة لانها كتكون سخونة لان فيها سكار فيها الجليكوس فنحضيو معاها من بعد ما كتبرد لنا النوغة ديالتنا كناخد المول اللي حبيته انا هنا بغيت نعمل عاها كدائرية وكذلك اوفال وانتو ما كيبقى لكم الاختيار في المول اللي بغيتو كناخدو دائما المول ديال السيليكون هنا النوغة راها بردت وكان بدون ناخدو من نوغة بالمعلقة وكان بدون نعملو في المول حالة الشكل حاولوا ان الكويرات ديالكم اللي هتا تاخدو من نوغة يكونوا قد قد هنا تقريبا كتمشيو من 4 حتى الخمسة جرام في كل كويرا فهيتباقي خديل الصقوها يعني ما خصاش تكون خشينا بزاف او لاغليضة باش كتجي هي هادك وكتجي بريستيج كما كنت لكم ما بين 4 حتى الخمسة جرام ماكسيمو وكان بقى نعمل كويرات هكا قياس واحد فليمول ديالنا فراهي يمنى كتدخل عودتاني الفران راهاكا تسيح يعني ما تخافش منها فقد تبعوا جميع المراحل وغيجيكم حليو الليل ديدة ومعلقة وما كتجيش ابدا قصحة يعني بالنسبة لأخوات اللي سولوني على نوغة لما تجيش قصحة فهدي ارواع نوغة كتجي معلقة ورائعين وخاخت عود طيب كتبقى معلقة فكنا نعمل كما شتو كويرات هنا غلنا خدحت المول الأوفال نعمل في نفس الطريقة فهاد المول الأوفال فقدرت فيه خمسة جرام بالضبط لأنه هو كبير شي شوية بشجي هي هذيك وهذاك الدائري فعملت فيه ربعة جرام فكما شتو راغي شوية يعني 100 جرام ديال زجلان كتخرج لك الخير والباركة ديال هذه الحليوة زوينو بريستيجو رائع فكندخلوها الفران كي يكون سخون شوية وكننقصو عليها مزيان حتى كتبالينا الدهبت من الجوانب مخصج تحمر بزاف باش تبقى بينها أنها منمرة فهدي النوغة المنمرة كتكون على هدي الشكل هذا وكننخرجوها من بعد ما كتبالينا يعني دهبت شوية وغلات يعني كتبالينا غلات صافي كنخرجوها من الفران هنا بنسبة الحشوة فأخديت 220 جرام ديال شوكولات بطاق بيضاء ليه 31 حبة ديال شوكولات ودوبتها في حمام مائي دائما كما اردتني كنكمل لها تدويب ديالها خارج النار يكون كل ما سخون كتباليك الدوب كان حيضا فوق النار وكننحرك باش شوكولات ديالنا كي بقارة باش شوكولات ديالنا كي بقزوين وما كي يبدأش يدوب لنا دغية يبقى يكي حافظ على القوام دياله كنحرك مزيان كي ما قلت لكم حتى كي يدوب ودوبتها غنضيفو فعلها هاد شوكولات إضافات لي كي خليها رائع هنضيف 15 جرام ديال الزبدة ممتازة أي حيوانية وغادي نضيف كذلك 40 جرام ديال بخالينة ديال اللوز اللي كنت عملت معاكم في الفيديو السابق وغادي نضيفو جوج معالق كبار ديال الفيتين كذلك هاد الفيتين راح حضرتو في البيت يعني مش ريتوش طريقة راكينا في الفيديو حتى تاريكم في القناة هنحط لكم الرابط ديالها تحت الفيديو يعني كل شي مصنوع في البيت كتعطي حلي ورائع هنحرك الكل على هاد الشكل هانتوما يجي خاليط لديد بزاف وكمكت لكم حلي ولي غنية سافي تاكيبا لي كل شي نساجم على هاد الشكل وديك الساعة غادي نبدأ نعمر نفس لي مول ديال السيليكون اللي عملنا فيهم النوغا غادي نبدأ نعمل فيهم هاد الشكلات هادا تقريبا مع القاة صغيرة في كل في كل هكا حفيرة ديال المول السيليكون مع القاة صغيرة باش تاني ما تجيناش ديال الحشوة تجي يعني يغبير غلية بزاف فسط من الحلوة خاص دك شي كون جاي منساجم فكا نعمل مع القاة صغيرة هكا الابن كيشو حدا خاوية غا نعود نزيد فيها شوية يعني مع القاة صغيرة تكون عامرة سافيك نضرب مزيان باش يحيد ذاك الهوالي كيكون في مول السيليكون هنعمر المول وغادي نخلي ذاك الشكلات حتى كيبالي يبدأ يجمد دماما وانتم ما شوفوا انه قدينا بعد ما كتب راكي تجي رائعة في المنظر ديالها كذلك عملت هاد البابيون بالمول ديال السيليكون على هاد الشكل هنا عملتهم بالعجينة ديال الشكلات اللي كنت عملت معاكم كذلك في القناة عملت كذلك هاد الوريضة طريقة رابسيطة ودبك ناخذ هادو كل الدوائر اللي عملنا بشكل كنزولوهم كي يجيو على هاد الشكل رائعين بزاف انا هنالله خرجتهم بالتلاجة وده باغم دون في الحلوة ديالتنا نحتاج شوية ديال الناباج ماشي بزاف وغادي نجيب واحد شوية القليل فقط فإلا كنجو سخون بزاف ما نحتاجوش لهذا الناباج رضغيات تلصق ديك النقام عشد تشكلات وإلا كنجو بارد فمن الاحسن تعاون بحلقة باش ما تحييتش كنعمل غي شوية الناباج وكنلاسق دك شكلات معجوج نوقات من الجواني بحلقة كيف يجيو رائعين ولمنظر ديالهم جميل بزاف وراقين هذه من الحلويات الراقية أو للبريستيج وكنلاسقو داك البابيا وهاكا في الجنب بالاستعانة بالنباج دائما كما قلت لكم في السمية المنمرة فهي كتجي بحل هذا الشكل يعني بحل الشكل ديال جلد النمر يعني فيها البيض والبني هكا وإلا ما بغيتوش تعملوا زريعة الكتن را ممكن ما تعملوا هاجد عملوا الخالط كله زنجلان يعني تعملوا بلاستيك 25 جرام ديال زريعة الكتن تعملوا 125 جرام ديال زنجلان مباشرة أو لا تخلطوا ما بين زنجلان البيض والزنجلان العادي يعني عفوا زنجلان البيض والزنجلان العادي كذلك تعطيكم نفس النتيجة بالنسبة للأوفال كذلك كنا نعملوا شوية الناباشرة نضغط كما قلت لكم إليك الجو سخون راكا تلصق راسا حيث هذه الشكلة ما كيبقاش قاسح كيولي معلك فبحال هكا نتجربوا هذه الحليوة هذه رامل الحلويات الرائعة وسهلة في التحضير كما شترها بسيطة بزاف وكنكمل طريقة ديالي في تزين على هات الشكل هذا حتى كنكمل الحليوة ديالي كاملة كتعطيني هات الشكل هذا الرائع الراقي وسهل في التحضير يعني ما كتحتاجوش معه وقت بزاف او لمقادر كثيرة كل شي كتحضري في البيت ديالك بكل سهولة وكنت تحصل على حليوة اللي بسيطة يعني وراقية بزافة دا والجميل فيها وكما كتشوفوا فالنقا تكون معلكة انتوما ماشي قاسحة معلكة وكنت من الأخوات اللي سولوني بزاف على باوشي نقا تكون معلكة وزوينا هكا الحلويات ديال الأعراس والأعياد ويعني التجمعات العائلية فكانت مننا نكون جاوبتكم في هذا الفيديو ما بقاليا إلا نقول لكم إلى وصفة مقبلة بإذن الله كانت معكم أم شمس وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر